وبعد مشاهدي الكرام حيث ما كنتم وأينما كنتم في أرض الله الواسعة حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم جميعا قلوا أمين جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهلهم نحن اليوم على موعد مع قصة لا يخلو منها زمان ولا مكان وإن اختلف الأشخاص إنها فتنة الحرص على الدنيا الفانية نسأل الله أن يحفظنا من تلك الفتنة إنها فتنة التقاتل على الدنيا الزائلة إنها فتنة قلم من ينجو منها قصة حدثت في اليمن بالقرب من صنعاء وتحدثت عنها صورة القلم في القرآن الكريم هذه الواقعة تحكي حديث رجل فهم لماذا أعطاه الله المال مهمة جدا خلي بالك الحتة دي وقف فيها شوية ليه ربنا ادك الفلوس دي نعمة وفي نفس الوقت ابتلاء زي ما هي نعمة تتمتع بها اختبار هتعمل بيه ايه هتبخل بيه ولا تنفق منه والناس اللي بتقدي زكاتها بالمناسبة بما إننا النهاردة في رمضان وبنتكلم عن الزكا وبنتكلم عن الإنفاق فالناس اللي بتقدي زكاتها نوعين نوع هو الأعم الأغلب ركز فيه كويس النوع الأعم الأغلب ده اللي ييجي يا سيدنا الشيخ سلام عليكم الزكا كامل السنة دي اتنين ونص في المية طبعا أنا بتكلم على الزكاة المال مش على الزكاة الفطر طيب يعني أنا عندي مليون يبقى عليه كذا أهم سلام عليكم خلصنا خلي بالك طيب ده نوع النوع التاني اللي يقولك أنا هاخد كامل ركز في الحتة دي أولا أنا إيه هاخد كامل إيه يعني هاخد كامل يعني كفاية علي أكل وشرب ولبسي وبرستيجي وحياتي وعيالي وسوئيني وبعد كده المال كله بتاع ربنا تخيل ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الاتنين في القرآن أو الله علشان كده أتكلم عن النوع التاني ده في سورة الزريات اسمع كده قال إيه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم تخيل أو الله ده النوع التاني اللي هو يقولك أنا هاخد بس مرتبي والباقي كله بتاع ربنا شفت بقى طيب النوع الأولاني ربنا فصل بينه بالنوع ده لما قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يقولك ربنا ليه كام السنة دي؟ يا ابن ربنا ليه كله ده انت اللي ليه كام يا ابن الله ديك؟ اشتركوا في القناة